اعلن تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب مسؤوليته عن الهجوم الذي كان السهدف السفير البريطاني لدى اليمن في السادس والعشرين من ابرل نيسان الماضي ونقل موقع انتليجنس جروب الذي يراقب ما تنشره المواقع الجهادية على الانترنت بيانا للتنظيم يؤكد انتماء منفذ الهجوم عثمان نعمان الصلوي الى صفوفه وكان السفير البريطاني لدى اليمن قد تعرض لذلك الهجوم عندما كان في طريقه من بيته في العاصمة اليمنية صنعي لمكتبه في مبنى السفارة الواقع في احد الاحياء الرئيسية للمدينة